سهلا دكتور عدنا اياك الله دكتور عدنا اسمح لي ابدأ معك اولا شكرا جزيلا لقبول دعوتنا في حديث العرب يعني ضيف مهم لنا ولمشاهدينا بسألك بداية هل تعد نفسك مجددا دينيا داعية ام يعني رجل دين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله وآله وصحبه ومن وعلى ابتداء ايضا من طرفي عزيزي دكتور سليمان اشكر لك هذه الدعوة الكريمة ولقناة سكاي نيوز التي اتمنى لها مستقبلا زاهرا واضح انها على طريقه ان شاء الله وشكرا طبعا ان اعد نفسي مجددا دينيا هذه غطرس كبيرة لست يعني بتلك المكانة اطلاقا ولا حتى قريب منها رجل دين لا امم بهذه الالقاب اذا اردنا يعني ولا بد من استعدام هذا اللقب فكل المسلم رجل دين وانما انا رجل مساهم بفكري وعلمي اليسير القليل وحاول ان اساهم في انعاش العقل المسلم وتصحيح يعني بعض اخطائه في مساره ليس اكثر من هذا وانت تعلم ان طروحاتك تثير دائما جدل كبير سواء بين المثقفين او بين الاسلاميين ربما ليس لكونها مستفزة بحذاتها بقدر بقدر يعني ما هي حالة الجمود التي يعيشها العقل المسلم اليوم هل تتعمد صدمات فكرية معينة لإيقاظ هذا الجمود لا اتعمدها لكن انا وعن بها لا اتحمدها لكن اعرف انها ستصدم ولذلك انا يعني لا انتج هذه الافكار او حاول ان ابلورها لكي تكون صادمة لكن هذا كما يقال يأتي عرضا وليس غرضا بطبيعتها كما قلت يعني وهذا عكس وترجمة لحالة الجمود وحالة التقليدية البالغة التي نعيشها منذ قرون للأسف الشيء نعم دكتور عدنان اذا سمحت لي طبعا من حوارات سابقة معك انا اعرف انك معجب جدا بتجربة التنوير منذ ايام محمد عبدو ورشيد رضاء الى اخره ما رأيك اولا بمصطلح التنوير الديني المصطلح طبعا هو عزيزي طول سليمان مقتبس او مأخوذ كما يقال من التنوير الغربي نعم سواء كان الانجليزي او الفرنسي او الهولندي لايتن مينت او كليرون كما يقال وانا متعاطف مع هذا المصطلح طبعا في الازاء او بالازاء قد يتساءل بعض الناس لماذا يعني ترسلونه ارسال المسلمات قد تكون انتم الظلاميين ونحن في الحقيقة الدعاء المتمسكين بحرفية النصوص وحرفية الاحكام الشرعية نحن اهل التنوير نحن على نور من ربنا في الحقيقة بكل بساطة دكتور هذا يمكن اختباره بسرعة على وجه العجل كيف يكون تنويرا ولا يكون ظلاما تفكير ومسالك وسلوكات تتأدى بنا الى القتل الى التفجير الى الذبح الى التكاره الى التباغض الى التلاعن انحكم على نوايا الناس طوايا الناس الى تشتيت شمل الامة تمزيق وحدة الامة بالعكس هذا الظلام وإضلام شديد جدا جدا كل جهد بالإزاء يتوخى ويتغيى الاهداف المعاكسة توحيد الامة توليف الامة تقريب الشقة بين افاءات الامة على اختلافها والامة هنا بالمعنى المواطنية الواسعة وليس الامة بالمعنى حتى الدين الملي حقيقة فلابد وحريا وقامل بها ان يكون تنويرا اي مستقبل تراه للاحظنا في السنوات القليلة الماضية وتحدثت انا اياك في السابق عن كيف انه ربما ان داعش وكل هذه الجماعات الارهابية المتطربة جعلت الانسان المسلم خصوصا من فئة الشباب يعني تبحث عن فكر بديل عن اصوات بديلة عن طرح ديني بديل هل ترى ان هناك بدايات حقيقية لتنوير حقيقي في العالمين العربي والاسلامي لا ينكر هذا ينكر دكتور وواضح جدا هذا من يطالع وسائل التواصل الاجتماعي وحتى عالم الصحافة طبعا والكتبات الكثيرة التجديدية التنويرية يعني طفحها كما يقال وسائل سيلها بفضل الله عز وجل موجودة بدايات مشجعة ويبدو انها تسير بوتائرة ايضا متسارعة جدا الفضل بعد طبعا توفيق الله عز وجل اعتقد ايضا لوسائل التواصل الاجتماعي وهذا القدر غير المسبوق من تواشج العالم بطريقة طبعا مثيرة ومعجبة جدا هو الذي يقصر حتى مسيرة المصلحين ومسيرة المجددين ومسيرة المنورين مكان ينبغي او مكان عفوا يعني يفترض ان يأخذ اجيالا حتى يؤتي بعض اثماره وبعض اثاره الآن يا دكتور في اشهر يسيرة صحيح ان نقصر بعض الناس مباشرة نعم خلني ادخل معك في بعض المسائل اللي ربما توصف بالجدلية احيانا في طروحات دكتور عدنان ابراهيم في خطبة التزامنية بين الصدفة والقدر استشهدت بعلماء الباراسايكولوجي سؤالي دكتور عدنان هل تعتقد انه علما يمكن الاستناده اليه الباراسايكولوجي عزيز دكتور سليمان في الفترة الماضية يعني في اواخر القرن التاسع عشر وبدأ القرن العشرين يعني من درسه ايضا بمنطق علمي وبمنهج علمي واضح انه لم يكن علما ايه يعني يتوفر على الضوابط المنهجية العلمية لكن الباراسايكولوجي في الربع الاخيم القرن العشرين نعم اصبح الى حد بعيد علما وملتزما بكل الضوابط العلمية يعني مثبت علمي نعم نعم تجارب يعني من قرأ فيها هناك مثلا كتب كثير العالم الشهير دان ريدن من يقرأ مثلا دان ريدن لا يمكن ان ينتقد عليهم من جهة ماذا من جهة الاجراءات العلمية من جهة حتى المنطق التجريب الامبريقي العلمي الصارم والصلب بعض الناس لا يدرون بهذا يظنون ان ايه انه يتحدث عن الباراسايكولوجي ايه بالمعنى ايه القديم في طوال القرن العشرين لا غير صحيح اه يتحدث ايه يعني عما قالت اليه مسيرة هذا العلم هل الكرامات وانت في بعض محاضراتك وبعض خطبك يعني تشير الى امثلة عن كرامات لشخصيات معينة وربما تنتقد بسبب هذه الاشارات هل الكرامات تنافي العقل لا ابدا لا تنافي العقل شوف دكتور لا تنافي العقل ولا تنافي العلم وطبعا المثير أن بعض الشباب والمتعجلين يأتي ويطلق الكلمة على عوهنية أن هذا ينافئ العقل وهذا ينافئ العلم لا تنافي للعلم والعقل لكن بسرعة وبعد برين بالنسبة للعقل يا دكتور المسائل تتحدد على هذا المستوى وبهذا المنطق هناك أشياء يمكن أن تصطدم بالعقل يعني تناقض العقل طبعا هذه مرفوضة وهذه لم يأتي شيء يعني حتى في الدين في الإسلام لم يأتي شيء في الإسلام يناقض العقل لكن هناك أشياء كثيرة كل الغيبيات الدينية العقدية هي أشياء فوق العقل ومعنى فوق العقل ماذا يعني؟ مش الفوقية الأفضلية أو الفوقية يعني التنزيهية وإنما فوق العقل بمعنى أن العقل بمجرده لا يستقل بإثباتها ولذلك يحتاج فيها إلى ماذا؟ إلى خبر السماء الوحي فتصبح قضية إيمان من آن بالوحي ومن آمن بهذا الذي أوحى إليه مثلا النبي عليه السلام يؤمن بها يسلمها ولا يجوز لفيلسوف عقلاني أي من أي مدرسة عقلانية أن يأتي يقول هذا يناقض العقل لا يناقض العقل طبعا ستقول لي كيف مسألة بسيطة جدا جدا يعني من قرأ ABC في الفلسفة العقلية يعلم كيف يمكن أن يقع التناقض العقل هناك قوانية العقل المشهورة قانون الهوية أو مبدأ الهوية أو الذاتية مبدأ السفرية مبدأ قانون عدم اجتماع النقيضين عدم ارتفاع النقيضين الثالث المرفوع هذه قانونية العقل الفاعلة كل شيء يتناقض معها هو يعتبر لاعقلاني ويعتبر مناقضة للعقل لكن إذا كان لا يتناقض معها لا يعتبر مناقضة للعقل هذا من جهة العقل نعم الآن من جهة العلم يا دكتور العلم اختصاصه هو دراسة عالم الطبيعة أو ما يعرف باللغة الدينية عالم الحس عالم الشهادة كل أيضا ما خرج عن عالم الشهادة ليس من اختصاص العلم فالعلم ليس له فيه قول لا بالنفي ولا بالإثبات إذا تنطع بعض العلمويين وليس العلماء وإنما بعض العلمويين وبينكسين طبعا للسادة المشاهدين والمشاهدات النزعة العلموية ببساطة ليست هي النزعة التي تعتبر بالعلم وتوقع العلم وإنما النزعة التي تعتبر العلم وحده ووحده فقط المصدر المطلق لكل معرفة فلا تعترف لا بالوحي ولا بالذوق ولا بالوجد ولا بأي مصدر آخر ولا بالحدث ولا بالإلهام هذا شيء أخر نحن لسنا علموي نحترم العلم نوقع العلم نراهن على العلم ولكن نؤمن أيضا وهنوعي وهنعقل بمصادر أخرى للمعرفة البشرية لكن بعض الظواهر اللي ممكن أو الكرامات إلى جهز التعبير يعني البعض يتساءل يا أخي اليوم عندنا تقنية متقدمة جدا لماذا لم يثبتها العلم لماذا لم يكشفها العلم لماذا لم يوثقها العلم لأنها ليست ظهر طبيعية العلم يا عزيز دكتور سليمان لا يشتغل على الظواهر النادرة والشاذة والتي تقع لماما لأعضاء أشخاص في ظروف معينة وإنما هو تعامل وتعاطى مع الظواهر المتواترة التي يمكن تكرارها باستمرار لذلك مثلا في تجربة الإنصهار البارد تعرف تجربة شهيرة جدا جدا والتي كانت من أكبر أمثلة الغش العلمي حين أعلن العلمان الشهيران مثلا أنهما نجح في الإنصهار البارد جهل جدا على هذا المؤتمر الصحفي وكان قاربين جدا ربما لو ثبتت هذا من جائزة نوبل بسهولة فكرر العلماء هنا وهنا وهنا وهناك وهنا لك التجربة ولم يكن هناك نيوترونات كذب كلام فرغ لا يمكن أن تصدق معك ولا تصدق معنا لكن موضوع الكرمانات موضوع المعاجزة الأنبياء موضوع خوارق العادات لمن تقع لهم هذه ظواهر ليست طبيعية ظواهر لفوق طبيعية ظواهر حتى تشهد عن القانون الطبيعي الذي نعرفه على أقل إلى الآن قد تكون محكومة بقانون لم نكتشفه بعده قد تكون ولكن أعطيك مثلا بسيطا إن سمحت أو سمحت الوقت دكتور سليمان ظاهرت مثلا التخاطر ظاهرت التخاطر العجيب فيها أنها تسير عكس القانون الطبيعي القانون الطبيعي وما يعرف بقانون التربيع العكسي أن كل جسمين ماديين بينهما قوة التجالب تتناسب طردا مع الكتلة وتتناسب عكسا مع مربع المسافة بينهما مثلا في حالات التخاطر المسافة ساقطة لا اعتبار لها فيمكن للثنين أن يتخاطر وبينهما عشرة أمتار أو عشرة آلاف كيلو متر يعني آنيا وشيء غريب هذا هذا غير مفهوم ضمن الطبيعي والعلم المادي لذلك هنا تأتي بارسيكولوجيا فقط لكي يتوثق هذا تجريبيا أحيانا مخيل؟ فحين تنجح في هذا تأخذ هذه الظاهرة المذوقية طبعا سأكون صريحا معك وأنا يعني مشتغل بهذه القضايا مهتم بها جدا العلم المادي الآن ضمن البرادايم السائد يعني لا يستريها هو في حالة تبرم وتسخط من مثل هذه القضايا تعرف لماذا؟ لأن هذه القضايا تؤذن بهز هذا البرادايم وليس لدينا كعلماء ماديين وطبيعيين بارادايم أوسع يشمل إيه؟ يشمل كلا نوعي الظواهر مش موجود لحد الآن فهذا يزعجهم نعم في سياق همنا الإسلامي دكتور عدنان إبراهيم الخوف أحيانا أنه حينما يتحدث مفكر بحجم عدنان إبراهيم في هذه المواضيع قد يعطي بطريقة مباشرة وغير مباشرة شرعية لبعض الخرافات المتداولة على المنابر من وعاط شيعة وسنة عن أشياء يعني حتى الناس البسطة يعني بدأوا يضحكوا عليها هذا خوف مبرر أنا حتى متعاطف معه يا دكتور ولذلك أنا أقول لك الحديث عن الكرمات ينبغي أن يقتصر في نطاق ضيق جدا جدا فقط هذا النطاق يعني يتغيى منه ويطلب منه ويهدف ويقصد إلى ماذا إلى إثبات أن هذه الظاهرة ممكنة شرعيا وممكنة حتى واقعيا وليست مستبعدة عقليا على الأقل فقط لماذا؟ لأن ظاهرة الكرمات والخاوار والمعجزات موجودة في النص الإلهي إذا نحن أسسنا على أن ننكرها تماما هذا التأسيس للإنكار من نص الإلهي أيضا وجعل الناس في مهبئة تيارات الإلحاد واللأدرية والإنكار والجهود وعن غير علم لكن الذي نحذر منه فعلا أن يتكسب بعض الناس وأن يستخدم خضية الكرمات والخوار كأخدوعة يخادع بها الناس عن أموالهم وحتى عن ولاياتهم وعن محبتهم كما يفعل كثيرون كما تفضلت فعلا هنا وهناك وهذا شيء مقيت وسخيف جدا نعم قلت إن الرق نسخه التقدم البشري سؤالي لماذا لم تنسخه الشرائع الإلهية فالحقيقة سؤال جيد هذا وأشكرك عليه لو نظرنا دكتور سليمان في الآيات القرآنية الكريمة وهي آيات كثيرة يعني تناولة مؤسسة الرق وما يتعلق بها من هناك من أكثر من جهة لا يمكن أن نقع على آية واحدة تأمر بالاسترقاق وهذا شيء عجيب في حين أننا سنقع على آيات كثيرة تأمر بالاعتق اعتق اعتق كفارته صحيح صحيح كثير وهذا ينبع عن ماذا ويؤذن بماذا يؤذن بأن القرآن وضع خطة وكان وعيا بها المشرع الحكيم تقوم على تضييق المدخل وتوسيع المخرج معناها عبر الزمن عبره ربما كان عدة أجيال أجيال معدودة ستنتهي هذا الظهر من تلقائها الذي حصل مع الأسف الشديد يا دكتور سليمان أن الأمة المسلمة هي التي أعادت هذه الظاهرة جاذعة للأسف الشديد وأجهضت الخطة الإلهية والمشروع القرآني نعم أنتقل إلى فكرة أخرى دكتور عدنان للوقت طبعا طلبت إعادة النظر في إرث المرأة على أساس اختلاف الأوضاع في الزمن الراهن سؤالي في هذا السياق هل معنى هذا أن كل أحكام الفقه نسبية حسب الزمان والمكان؟ على الأقل في باب المعاملات باب المعاملات باب المعاملات في المعاملات العبادات ليست كذلك ولا معنى أيضا إيه لتنسيب أحكام العبادات العبادات يعني بلغة بسيطة يفهمها إيه كل إنسان عادي متواضع يعني هي طرق معينة يعبر بها الإنسان عن توقيره وإجلاله ومحبته وشوقه الله عز وجل غير قابلة للإجتهاد الله عز وجل هو الذي حددها غير قابلة للإجتهاد ليس كذلك يعني الآن مثلا دكتور ما يعرف بالبروتوكولات بروتوكول معين مثلا في لقاء الملوك انتهى خلاص أنت تلتزم به لا يأتيني سفير بلد آخر يقول لا نحن لا نعترف بهذا البلد سيعترف به رغما عنه مدام يسفر لدى هذا الملك مثلا والعكس صحيح نحن نسفر بهذه العبادة لدى رب العزة تبارك وتعالى نحترم هذه الأشياء وما في داعي أصلا يعني لماذا؟ أما المعاملات وعموما دكتور سليمالو سمحت لي أحكام العبادات غير معللة غير معقولة المعنى عبادات تعبودية أصلا يختبر بها طوعية الإنسان وتسليمه لله عز وجل العقاد أيضا نفس الشيء العقاد أخبار أخبار إلا هي إما أن تصدق إما أن تكذب نحن نصدق فنحن مؤمنون يبقى ماذا؟ أحكام المعاملات خذوهات كما يقع تمس حياة الناس تمس حياة الناس خاصة في الجانب إيه؟ يعني الاقتصادي والمالي أحكام المعاملات في الشرع الكريم بفضل الله في الكتاب والسنة الأساس فيها أن أحكام معقولة المعنى ومعللة فلا جرم أن تدور عزيزي مع علتها في كل حالتي الوجود والعدم إذا وجدت العلة يوجد الحكم إذن عدمة العلة ينعدم الحكم وقد كان للصحابة الكبار وفي رأسهم سيدنا عمر الفاروق رضوان الله عليه عشرات الاجتهادات التي ينبغي أن تكون صادمة جداً بمنطق عصرنا الجامد هذا لكنها كانت مقبولة جداً والصحابة تواطعوا عليها ولم يعني يعظموا وحتى لم يظهر منهم أدنى نكير على سيدنا عمر مع أنها في ظاهرها تصادم النصوص القرآنية يا دكتور وفي باطنها لا تصادمها لماذا؟ وهم صحابة عاشوا مع أرسابة وأحرص على الدين منه ألف مرة صحيح؟ وأدرى باللغة وأدرى بمسارك الاستنباط وفهم النصوص وتفسيرها وتأويلها لكنهم فهموا أنها أحكام معللة تدور مع العلال تبدلت العلال تتبدل الأحكام ما الذي يبقى ثابتاً إذن؟ لماذا شرع الله؟ تبقى ثابتة المقاصد يا دكتور الأفق والمقاصد دائماً ثابت ولا بد أن يتلمحه المجتهد باستمرار يجعل الثابت أمامه هذا الأفق والمقاصد أما الحكم فيمكن أن يتغير بسولة ولا عتب دكتور عدنان إبراهيم باستأذنك بالفاصل الأول في هذا الحوار أعود بعده وأكمل حوارنا مع المفكر الإسلامي الدكتور عدنان إبراهيم القومي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إذن نواصل هذا الحوار مع المفكر الإسلامي الدكتور عدنان إبراهيم دكتور عدنان أرجو أن تتحملنا قليلاً يتهمك البعض بأنك تستخف بالسنة النبوية وبأنك بين قوسين قرآني وأن نتيجة هذا يعني سقوط العبادات والمعاملات ماذا تقول لي مثل هذا الاتهام؟ لا طبعاً هذا الاتهام يعني من السهل تزيفه لن أصفه بأكثر من هذا لأنه زائف حد ذاتي لو كان لي موقف من السنة يعني أساساً أعربت عنه دكتور أعتقد يعني ربما أخذ علي أنني أكثر صراحة وأكثر جسارة في التعبير عما أؤمن به وأعتقد به من الحد المطلوب المسموح به في بيئتنا العربية لكن موقف من السنة باختصار يا دكتور يعني مثلاً حتى موقف من الصحيحة البخاري مثلاً دائماً أقول أنا أحترم هذا الكتاب وأحترم هذا الإمام وأعتقد أن معظم ما فيه صحيح لا بأس وجميل ولكن فيه بعض الأحاديث يستحيل في وجهة نظري البسيطة أن تكون صحيحة لمناقضيها مثلاً لمقتضى العقول وأكثر من هذا لمناقضتها وعلى طول خط للقرآن الكريم فلا يمكن أن أؤمن به أنا لن أضحي بعقلي ولا بكتابي الكريم من أجل أحاديث أحد في نهاية المطاف أحاديث ليست متوترات واضح تناقضها مع القرآن الكريم واضح جداً ومع العقل واضح جداً جداً وتسيئه لكتوره في بعض الأحاديث تسيئ إلى شخص النبي الكريم مباشرةً يعني يعني هم يهون عليهم الإسائي للنبي نفسه ولا يهون عليهم الإسائي إلى مرويات مرويات بعد 256 سنة من وفاة رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام ولذلك يعني القضية واضحة تماماً هنا إذا أردت أن أفصل يمكن أن أفصل أكثر في موقع السنة نعم لكن هاي فكرة القرآن يعني حينما أنت وآخرون حقيقة يعني فكرة القرآن أن تتحول إلى تهمة يعني بأي سياق تقرأها طبعاً هم يعني يعتبرون القرآنية تهمة بمعنى القرآنية التي تنكر السنة جملة وتفصيلها وتتنكر لها أنا أيضاً غير متعاطم في القرآنية بهذا المعنى حقيقة لماذا؟ بكل بساطة أيضاً من غير الدخول حتى في فنيات دينية كل الأوم ودكتور لديها تراثاتها كل الأوم لديها مأثورات وعن عظمائها وكبرائها حتى عن أفلاطون وعن أرستو وعن سكراط الذي يظن حتى بعض الناس يظن أنه شخصية وهمية شخصية من اختراعه ومن خيال أفلاطون مثلاً لكن كل محاورات أفلاطون عن سكراط مستثناء القوانين أو النوميس فلماذا لا يكون لمحمد بن عبد الله وهو أحدث الأنبياء وبتعبير الموسوع البريطاني في إحدى طبعاتها ومقابل ثلاثين سنة ولد في ضوء التاريخ الكامل وهو تعبير أنرست رينان في القرن التاسع عشر اقتبسته هذه الموسوعات ووافق عليها حتى برناردلويس نفسي محمد ولد في ضوء التاريخ الكامل لماذا لا يكون له تراث؟ لماذا يعني ينكر علينا أن نؤمن بأن النبي له سيرة مثلاً له مجرية حياتية له أقوال وأفعال وتقريرات لا بلا له بلا شك لكن سنرفض وسنتنكر يعني من هذه المرويات أو هذه المرويات لما خالف أي كتابنا الكريم ولما أساء لنبينا الكريم إذن القرآن هو الأساس طبعاً القرآن هو المعيار أنه متواتر ومحفوظ بحفظ الله وأن له لحافظون نعم بغي أن نعير به وأن نقيس به وأن نرد إليه نعم هو هذا تقرأ كثيراً في الفلسفة دكتوراد نعم طبعاً أنا صغري نعم أنا عاشق الفلسفة حدثتني في السابق أنه جل وقتك في القراءة نعم جل حياتي في القراءة نعم نعم تقول أن هناك أنفار وعداد هائلة ممن يخرجون من الإسلام طبعاً هنا البعض يتهمك بأنك من ضمن الأسباب في هذا الهروب من الإسلام بسبب تشكيكك ببعض الثوابت الدينية طبعاً حينما يتحدثون عن الثوابت يتكلمون مكانة السنة علامات القيامة حكام شرعية حسب الاتهام طبعاً يعني كنت أتمنى من حولها الإخوة يعني أسعدهم الله وإيانا أن يكونوا أكثر إنصافاً وأن يصدروا ويفروا عن منطق علمي مثلاً يعملوا درسة يعمل درسة علمية وحتى درسة ميذانية إن شئت وحاول أن تحصي يمكن أن يعمل هذا على النث كمان بسهولة يعني في سبوع زمان حاول أن يحصي عدد الناس الذين صرحوا وأقروا بأنهم مثلاً كان عدنان إبراهيم سبباً في ثانيهم عن إلحادهم إلى الإيمان في غدهم من لا أذرية أو من الشكوكية أو من الإرتابية أو حتى ما الكفر الصريح إلى الإيمان في مقابل الذين صرحوا بأن عدنان شككهم في دينهم ثم سهل خطابه عليهم الإنفلات من هذا الدين ومنعم الدرسة هنا شو فعلاً فالقرآن الكريم نفسه صرح فيه رب العزة تبارك وتعالى بأن إنزاله سبب في إكفار بعض الناس في كفر بعض الناس وأن ينزلوا القرآن ما هو شفاءه ورحمة المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسر فهل نعيب على القرآن أنه نزل؟ وهل نعيب كلمات القرآن الكريم لأن بعض الناس كفروا وازدادوا كفراً به؟ يا دكتور بعض الناس يتمحل يتمحل وبعض الناس يريد فقط المبرر على طريقة ذلك الفارسي الذي جاء يعني وليس بين يديه إلا حبة يعني جزء من ستين من الدرهم ودفعها لخمار وقال له صب لي بها خمراً قال له بهذه يعني قطر سأصب لك قطر قال ما عليك صب لي بها وما أيه بقي من سكر فعلي يعني أنا سأسكر 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 حتى بحبة بعض الناس يريد أن يخرج من الدين فيتعلل عدلان إبراهيم شكا كان في ديني أنا أصدق أن من الناس من فعل هذا وقال هذا لا بأس لكن هذا لا يشككني طرفة عين في خطابي وفي قاعاتي بما أقول على الأقل إلى الآن ودائماً مرة أخرى أحصل الناس الذين صرحوا بأن عدلان إبراهيم ثانهم عن الحادم وكفرهم الحمد لله تبارك وتعالى نعم للأمانة دكتور عدلان إبراهيم حكم متابعتنا خصوصاً في هذا البرنامج لكثير من الظواهر المتعلقة بحوارنا اليوم شبابنا وتحدثتنا إياك كثيراً في هذا الموضوع هناك حاجة ملحة لصناعة خطاب ديني جديد يخاطب العقل ويتماشى مع العصر نعم متفائل دكتور عدلان أن هناك فعلاً أكرر هذا السؤال عليك وعلى غيرك أن هناك فعلاً موجة من التفكير العقلاني من البحث العقلاني عن خطاب جديد بلا شك دكتور بلا شك متفائل ومتفائل جداً ومطالع بسيطة في وسائل التواصل الاجتماعي تصدق على التفاؤل وتصادق عليه وتعززه ربما ذكرت لك قبيلة قليل يعني مع كون أفكاري كما تصنف دائماً صادمة وخارج عن التيار العام وخارج عن المألوف كما يقالوا وبعضها بعضهم يعتبرها هرطوقية يعني أو زنديقة يعني بالمعنى الإسطلاح الإسلامي ومع ذلك عموماً يعني لو دخلت ورأيت مثلاً نسب التأييد والاستحسان لهذه المواد المدعية مثلاً العبد الفقير دائماً على الأقل 95% ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الناس تتفائل وتأنس بهذا الخطب الجديد تجد هذا الاتجاه نعم نعم طيب برأيك لماذا يتمسك الكثير بفكرة المهدي عودة المسيح خروج الدجال هذه الفكرة حتى إلى اليوم يعني ليس فقط في العالم الإسلامي حتى في الغرب يعني بين المسيحيين وفي الكنائس نعم نعم لماذا بظنك؟ الخلاصية المسيانية هذا كما يقال باللوات الأجنبية عقيدة عابرة للتاريخ حتى يعني في كل أحقاب التاريخ موجودة هذه العقيدة يا دكتور طبعاً نوع من إيه؟ يعني من تأمير الجماهير الكادحة الجماهير اللاغبة المظلومة المضطهدة التعبانة إذا ظروف كثيرة وخاصة الاستداد السياسي والقهر طبعاً هي يعني السياسي لهم فدائماً يحيلون على هذا الأمل المستقبلي سهيأتي من رحمة الغيب من ينقذنا من هذا الوضع ويجعل العبيد سادة والسادة الظلمة عبيداً أمل عند كل البشرية وعند كل الشعوب فكرة المهدوية الموجودة لكل الشعوب فكرة خلاصية المسيانية هذه موجودة عند الكل وطبعاً تشتد يا دكتور وتفور كما يقال يعني وتثور حين تكون الأمة في حالة ضعف وحالة هشاشة وحالة أيضاً إيه انضغاط كما يقال وتعب هذا موجود لكن لماذا يؤمن بهذا علماء الدين؟ لأن هذه الأفكار أخذت طريقها للنصوص الدينية لكن أي نصوص؟ هذا مهم جداً يا دكتور النصوص الحديثية مرة أخرى يعني لماذا لا نجد أدنى إشارة إلى المهدوية مثلاً في القرآن الكريم؟ مطلقاً ما فيه بفضل الله لو كانت عقيدة هل سيخلو منها كتاب الله عز وجل؟ والقرآن كامل وما فرطنا في الكتاب من شيء على الأقل هنا في شؤون الدين وأهم شؤون الدين العقائد نفس الشيء المسيح الدجال لماذا؟ ليس في القرآن ولا أدنى إشارة إليه كيف؟ وعقيدة ويتمسكون بها ويكفرون إذا أنكرته يكفرونك إذا أنكرتها كفرون نعم إن العلم لا يثبت وجود الله ولا ينفي وجود الله لو نوضح هذا الفكرة دكتور سهلا يضحوها سهل وسبق مني أكثر مرة أن أوضحتها لماذا؟ مرة أخرى عوداً على منهج العلم الذي يشتغل على الطبيعة على عالم الحس على الأقل فكرة الله تبارك وتعالى كإله بائن في الأذيان التوحيدية الثلاثة بائن من خلقه بمعنى أن الخلق شيء والخالق شيء آخر هناك طبعاً الدينات الشرق أخصوية وخاصة الهندية لا تعادل تماماً بل توحد بين الخالق والمخلوق بين الإله والمألوك فكرة فانثيزم أو وحدة الوجود لكن في الأدالة التوحيدية اليهودية المسيحية الإسلام ينظر إلى الله على أنه إله شخصي ذات ذات تسمع وترى وتغضب وترضى وترقب وتحاسب وتبعث وتحيي وتميت ونحن نؤمن بهذا على كل حال بالله بهذا المعنى جميل جداً الله بهذا المعنى تبارك وتعالى منفصل من خلقه بائن عن خلقه أوجد الخلق بعد أن لم يكونوا صحيح؟ وسيفنيهم بعد أن كانوا وسيعيد خلقهم البعث مرة أخرى في واضح أنه في بينون بين الله تبارك وتعالى وخلقه جميل العلم لا يبحث إلا في الطبيعة في عالم الخلق وليس في الله الذي يتجاوز عالم الخلق كلها تمام؟ ولذلك العلم إذا انتهى إلى أي قناعة هذه قناعة تتعلق بعالم المحسوسة بعالم الخلق بعالم الطبيعة هل تقول إن الله موجود؟ لا تقول هل تقول إن الله غير موجود؟ لا تقول لكن كيف يمكن أن يستفد من حقائق العلم في قضايا الإيمان والإلحاد بأخذ هذه المقررات العلمية أو ما يعرف بالحقائق العلمية وجعلها مقدمات في قياس صحيح؟ نعم يجعلها مقدمة في قياس ثم انتهي من هذه المقدمات إلى نتيجة المؤلثة والمؤمنون يأخذون الحقائق العلمية ثم ينتهون إلى خلاصة أن الله موجود الملاحد يفعلون شيء نفسه ويقولون لا الله غير موجود فهذه قضية دخلنا في المنطق الآن وفي القياس ودخلنا أيضا في فلسفة ميتافيزيقية هذا ليس العلم ولكن أيضا حتى أكون واضحا دكتور العلماء أنفسهم بما أنهم في نهاية المطاف بشر مثلنا ويبدو أن البشر لا يعيش بالعلم وحده هناك حاجة للإيمان هناك حاجة ملحة لذلك ستجد أن كبار العلماء في نهاية المطاف يتحولون إلى فلازفة ويتورطون في بحث قضايا ميتافيزيقية وخاصة في رأسها قضية وجود الله سلبا وإيجابا من آمن منهم ومن ألحد ويتبنى فلسفة لابد أن يتبنى فلسفة معينة طبعا لكي تطوح حقائقية العلم في قالبها أو في نموذجها العام كما يقول إطارها التحليل والتفسير فالبرد أنيشتاين مثلا العالم كما أرى كان يصدر عن فلسفة نقدية سير آرثر أيدنغتون في أكثر من كتاب له كان له فلسفة أيضا سير جيمس جينز في كتابة له وهكذا فهذا هو يعني كما يفعل هذا العلماء المتفلسف يفعل هذا اللهوتيون أيضا والدعاء ربما العلماء العاديون كله بمقدار يبقى بعد ذلك محاكمة هذه القياسات عاد والمقدمات هل المقدمات يقينية؟ إن كانت المقدمات يقينية أنتجت ماذا؟ نتيجة يقينية ونحن إزاء براهين هذه براهين أما إن كانت المقدمات مشكوكة كان القياس كله جدليا نحن إزاء جدل ولسنا إزاء برهان هذه خضية مهمة جدا نعم طبعا لك اهتمام بنظرية التطور دكتور عدنان إبراهين هناك من يقول أن هناك تناقض واضح بين نظرية التطور الداروينية وبين القرآن الكريم لو نوضح في وجهة نظرك عموما وموقفك من نظرية التطور باختصار طبعا أنه موضوع هذا طويل وأيضا مرهق دكتور أعتقد الذين استردحوا بهذا بل أنا استمعت إلى بعض كبار العلماء المعاصير الآن يقول نظرية التطور تصادم الأصول والنصوص الدينية القطعية واضح أنه لا يدري ما يقول لا يدري ماذا يخرج من رأسي بالحكس أنا وجدت وأنا أزعم أنني دارس متواضع لنظرية التطور الآن بين يدي كتاب فرغت مني بفضل الله تبارك وتعالى إذا طبع بالفارس لن يكون أقل من ألف صفحة كتاب علمي بحت عن نظرية التطور عن نظرية التطور والجزء الأول منها بغير نقد فقط تعرض النظرية عرضا علميا محضا من مصادرها موثقة في المجتمع العلمي حول العالم وأنا طبعا إيه ابن القرآن الكريم وأقرأه وأكله وأتحفظه وقرأت كثيرا جدا من تفسيره منذ صفحة وفضل الله عز وجل أزعم أن القرآن أكثر نص ديني على وجه الأرض يتفق مع نظرية التطور متفق مع النظرية يتفق مع النظرية طبعا إيه في معظم أجزائية في معظم أجزائية طبعا القرآن عنده إضافة إضافة تفسر ما عجزت نظرية التطور عن تفسيرها دكتور وهي الموضوع بالذات والنقطة التي شكلت نقطة الافتراق بين المؤسسين الكبيرين لنظرية التطور بالانتخاب الطبيعي بآلية يعني by means of nature selection وهما شارلز داروين وألفرد راسل ووليس كلاهما اكتشف النظرية بهذه الآلية طبعا النظر التطور لا معنى كبير لها بغير إيه الآلية طبعا وإلا قبل داروين ووليس الكثيرون تحدث عن التطور لكن الإضافة الحقيقية النوعية بآلية الانتخاب الطبيعي نقطة الافتراق أن ووليس أدرك أن الانتخاب الطبيعي لا يمكن أن يفسر لنا مظاهر كثيرة ينفرد بها الإنسان حتى لا يمكن عند ووليس أن يفسر لنا التطور الهائل في حجم الدماغ البشري نحن الآن يا دكتور نعيش بدماغ بحجم 1350 سي سي كما يقال يعني سمطة مثل إيه مكعب هذا الدماغ يمكن أن نعيش نحن كنا يعني بثلثه بنصفه نعيش ونبقى وننجو ونحقق سربافل يعني بغير أي مشاكل فلماذا هذا يتضخم غير الطبيعي شوف تبريرات طبعا التطورين المادية الملاحدة تبريرات عقيمة وضعيفة جدا ووليس أدرك أن هذا الموضوع لا يفسر ولذلك أحال على الجانب الغيبي ودارون كان يدوه على قلبه وتوسى إليه وقال له أرجوك لا تقتل طفلي وطفلك لأنه هيك يقتل الانتقاب الطبيعي وطبعا دارون تعرف كان يفكر بطريقة قانونية مادية وميكانيكية وأراضي كان يطمح هو مثل ما طمح إيمان ولكانت مثلا إلى بناء هيكل ومعمار عقلي بقوة الفلسفة بقوة فيزياء نيوتن عين دارون كانت نفس الشيء تطمح إلى أن يبني علم البيولوجيا أو علم الأحياء أو على نحو الطريقة التي بنى بها نيوتن عالم الفيزياء لذا كان يريد ماذا فاعلية مطلقة لقانون طبيعي في البداية في النهاية من غير تدخيل من غير أن يكون هناك أي دخالة لعالم هذا العامل عفوا وراء طبيعي فغضب جدا من محاولة زميله ألفرد رسل وولس وفعلا هذه حتى المحاولة جرة وولس إلى أن مات إلى أن يهتم حتى مات بالقضية الروحانية وله كتب أنا عندي ربما أكثر من عشر مجلدات له متاهة على موقع أرشيف يعني مجانية كلها في هذا الباب في الروحانيات فأقول القرآن يضيف هنا القرآن جاء وأضاف نعم نعم ولا يصادم وفيما عدا هذا هو متفق مع النظرية نعم ومتفق أن الإنسان فعلا جاء من سلالات أخرى وأنه حلقة في سلسلة طويلة لا نريد أن نحق ربما ما سنذكره في الجزء الثاني نعم طبعا تعرف أنت الخطاب الديني السائد سلفي تحديدا يعني ضد هذه الفكرة من الأصل يعني والتالي أن الإنسان امتداد للقرد إلى آخره يعني ربما تصل إلى درجة التكفير إذا قلت بها كان سيكون لهذا الخطاب يا دكتور اعتبار وجاه أن ننظر فيه على الأقل أن ننظر فيه وأن نحاوره بشرط واحد أن يكون من صدر عنه هذا الخطاب فهم النظرية هم لم يفهموها ولم يقرأوه ولم يكلفوا أنفسه أصلاً يفهموها ثم يتكلمون فيما لا يعرفون شيء مزعج جداً جداً هذا الفرق على فكرة بين دوحات العصر مشايخ العصر وبين أئمة الزمن الماضي من ابن الرجل لابن تيمية للفخر الرازي للغزالي كانوا قبل أن يتكلموا في أي فن لهم عليه تنقيدات يحسنونه كأهله أو أفضل نعم الآن هذا غير موجود بناء على معرفة تقول يحتاج الإنسان إلى فضول عالم ودهشة فيلسوف وإحساس فنان لكي يفهم رسالة الله في الخلق هل نوضح؟ بلا شك دكتور يعني مشكلة الكائل الإنساني أنه اجتماعي ولا يمكن إلا أن يكون اجتماعياً هذا المجتمع يقدم له الكثير ويحرمه الكثير أبحاث الفضول كريسة آ في علم النفس وعلم نفس الإبداع وعلم نفس التربوي قليلة جداً وشحيحة للأسف الشديد دراسات الفضول عموماً لا تزاقياً الآن بضع دراسات يعني عبر 40-50 سنة مش أكثر لكن كلها تقريباً تكاتى تواطى على أن الإنسان يولد وهو كتلة من الفضول كتلة من الشغف كتلة من الجوع من الضمع يا دكتور آ إلى تحسس معرفة كل شيء تقليب كل الأحجار كما يقال فتح كل الأبواب طرح كل زرع كل علامات الاستفهام للأسف الشديد وبدء من السنة الثالثة وبعضهم يقول الخامسة ينطفئ هذا ينجح هذا المجتمع البشر المجتمع الجامد المجتمع المتغطرس في قتل فضول الأطفال ويعلمهم الغباء بدل أي أن يفتح أبواب العبقرية أمامهم لذلك الاحتفاظ بهذه الفضولية يا دكتور بلا شك عامل وشرط رئيسي في خراءة آيات الله تبارك وتعالى في الآفاق وفي الأنفس في تحسس الحضور رباني في هذا العالم في حضور من يؤمن إيماناً حقيقياً وتستحيل يعني قواعد الإيمان عنده إلى تجربة شخصية تجربة ذاتية وعلى فكرة أنا لا أفهم الإيمان إلا في هذا الإطار وإذا الإيمان الإيمان عفواً لم يأخذ يعني هذه الوجهة ولم يسر هذا المسار لا كبير قيمة له لا كبير سيكون مجرد عنوان أو منشط أو شيء يستعرض به الإنسان أو جزء من هوية يعني هوية تعرف ولكن ليس شعور حقيقي الإيمان ليس هوية مجرد هوية بالعاكس الإيمان تجربة حقيقية الفضول يبعثها يغذيها يا دكتور والدهشة الدهشة أم الفلسفة كما قال أرستو من لم يندهش ليس فلسوفاً الفلسوف يا دكتور أنا ربما وصفته مرة قلت الفلسوف هو الشخص الذي يفشل في أن يتعود في أن يرى أي شيء هذه الفلسوف يرى كل شيء غير عادي لا يزال يحتفظ بدهشته إذا كل الظوار وعلى جميع النطق وفي كل الميادين فهذه الدهشة هي أم الفلسفة أيضاً أم الفلسفة أم الفلسفة والفلسفة ما هي؟ فلسفة محاولة يعني في أحد تعريفاته محاولة توحير كل هذه الكثرة رد كل هذه الكثرة إلى إلى الواحد وهذا حقيقة الإيمان في هذا المطاف يعني صحيح؟ نعم حتى النظرية التوحيدية العظمى في الفيزياء هم الفيزيائيين الأكبر الذي شغلهم وأتعبهم نفس الشيء تلتقمع الفلسفة أيضاً إيه؟ عند هذا المعنى أيضاً التوحيد العبور من الكثرة إلى الواحدة دائماً فهم المبدأ الأول الذي صدر عنه كل شيء فأعتقد نعم أننا نحتاج إلى قدر كبير من الفضول ومن الدهشة ومن الشغف الشغف بمقاربة الحقيقة ومرتاح دكتور يعني أنا أحدثك ربما عن تجربة العبد الفقير كما يقال يعني بلغة المتصوفة مرت بي عقود من الزمن وكنت أخشى ما أخشى هو أن أجتهد هو أن يكون لي رأي خارج عن المعلوف هو أن أنفرد هو أن أستخدم عقلي كنت أخاف من استخدام عقلي تخيل؟ أخاف أتأثم أشعر بالحرج والإثم والآن بفضل الله تبارك وتعالى صدرت مني كل هذه الخزعب لها تقول هذه الأرطقات تقول هذه الزندقات كما يعني يشاءون أن يصفوها واللهي وأنا أخسم بالله إن شاء الله صادقا الآن لو قيل لي الآن تخرج من هنا ملك الموت في انتظارك ما عدت عن شيء منها وأنا سعيد بأن وقبي الله بها أقول يا رب أنت تعلم تعلم أنني حين قلت بهذه الاجتهادات التي ربما خانني فيها عقلي أو ذكايا أو علمي البسيطة لكن تعلم لما قلتها لما اجتهدت فيها وما أردت بها إلا وجهك وكانت جزء من تجربة نعم وأنا مرتاح تعطي دراحة غير طبيعية هنا الفارق الكبير بين التجربتين بين المرحياتين في حياتي بسبب ماذا يا ركتور؟ بسبب إدراكي العميق أن الصدع بالحقيقة محاولة التحديق في الحقيقة مهما كانت شعشعانية تؤلم العينين تؤلم الناظرين هو اقتراب من الله بمعنى ماذا؟ لنفترض أننا الآن أدركنا حقيقة صادمة لنا في الوجدان الدين صادمة للتقليد الشعبي الاجتماعي صادمة للموروث للقناعات السائدة لكنها حقيقة بالأرقام حقيقة بالإحصاءات حقيقة بالملموس حقيقة أنا أقول هذه طريقة تعال لذا كان جسور وجريء جدا وربما يعني إلى حد التهور أقول اقرارنا بهذا ومحاوس الاعتراب به اقتراب من الله لماذا؟ الله كيف يرى هذه الأشياء؟ يراها على ما هي عليه حاول أن تراها كما هي عليه إذا فعلت هذا أنت تخترب من الله تتطابق مع الله على الأقل في العلم بهذه القضية تزويرها من أجل ماذا؟ أن نحافظ على كذا وكذا ومش عارف إيه تعال فعلا مبررات كثيرة شيء يلصق بالأوطان وشيء بالأديان وشيء بالإنسان وشيء بالتراث أنا أقول لك هذا مجافاة الله تبارك وتعالى وابتعال عن الله فلو فكر كل مسلم وكل مجتهد وكل متعلم بهذه الطريقة هذا سيغطيه طاقة وذخير يا دكتور من الجراء ومن الشجاعة ومن الجسارة ومن شغف أن يبحث ويقارب الحقيقة كيف ما كانت وأن لا كانت بلا حسابات بلا حسابات نعم هو هذا نعم اسمح لي بالفاصل الأخير دكتور عدنان إبراهيم أعود بعده وأكمل هذا الحوار من خلال موسيقى 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 إذن نحن في الجزء الأخير من هذا الحوار مع المفكر الإسلامي الدكتور عدنان إبراهيم دكتور عدنان تقول إننا نحتاج العلمانية لفك الاشتباك بين السني والشيعي وبين المسلم والقبطي ما هي العلمانية بنظر عدنان إبراهيم باختصار شديد عزيزي دكتور سليمان وتصديق اللي ما نقلت عني نعم العلمانية عكس ما يظن كثير من المسلمين في شرقنا العربي والإسلام عموما ليست معاداة للدين ليست تحييدا حتى للدين يعني الشيء العام ليست حدا نعم أبدا وإنما العلمانية يعني حين نحتاجها أكثر ما نحتاجها لضخ مزيد من التسامح بين الطوائف والمذاهب في عالمنا العربي على النحو الذي استفادت أوروبا منها بالعلمانية في هذا الباب بالذات لو لا العلمانية لبقت الحروب الدينية بينهم إيه اليوم العلمانية التي فعلت هذا فالعلمانية ليست مصادمة للدين ليست مناكدة للدين وإنما تحييد لرجال الدين أن يحكموا في الشأن العام باسم منطق رجال الدين هو هذا قد تكون متدينا وأنت تكون حاكما مثلا تكون وزيرا رئيس وزراء وأنت متدينا لا بأس لكن دينك هذا شأن يخصك أنت لا يمكن أن تستغل مرافق الدولة مؤسسات الدولة أو سلطتك مثلا إذا كانت تنفيذية في أن تفرض على الناس وجهة نظر دينية محددة غير صحيح وغير مقبول حتى قرآنيا قرآنيا غير مقبول واليوم الذات في الزمن هذا ما فيك تسويها يعني ما حد اليوم الدولة المدنية هي السائد في المنطق العالم وهي الرهان وهي الرهان هي الرهان رهان الكل يا دكتور الكل يراها على الدولة المدنية الآن والدولة المدنية تقف على مسافة واحدة من جميع الأدين والعقائد ثم بعد ذلك هذا العدل هذا منطق العدل 90% من المسلمين خلاص 90% مش حيصيروا باسم العلمانية وباسم المسافة الواحدة 70% هم 90% وهذا لا يعني ضياح حقوق الآخرين لأنهم 10% ولا ضياح حقوق الآن مسافة واحدة يا دكتور ربما قلت في منصبات أخرى لن أسمع كثيرا مثلا التفسير لقولي تبارك وتعالى مخاطبة النبي ما جعلناك عليهم حفيظة ما أنت عليهم بحفيظ بوكيل بالذات كلمة حفيظ حفيظ معناها حارس الله تبارك وتعالى يرفض أن يكون النبي حارسا على الناس حارس على أموالهم يعني على أديانهم على عقائدهم ثم بعد ذلك نحن نعرف الآن الخلافة ومن 900 سنة على أنها نيابة عن صاحب الشارع عليه السلام في حراسة الدين هل تريد تعريفا أكثر من هذا التعريف مصادمة للقرآن الكريم نعم في موضوع معاصر الآن وحديث معاصر دكتور عدان إبراهيم عن القدس وزيارة القدس وأنت تعرف أن هناك يعني آراء حول هذا الموضوع هناك من يؤيد ويقول دعم للمقدسيين وهناك من يقول ربما هذا نوع أو شكل من أشكال التطبيع ماذا تقول أنت؟ والله أنا مرتاح الوجهة الثانية حقيقة ومستاء حزين أن فتوى المنع يا دكتور سادت لعشرات السنين وما كان أسعد الإسرائيليين بها هم سعيدون جدا بهذه شوف أنا عيش في أوروبا هناك من ثلث قرن هناك مسلمون أوروبيون كثير من أصول أوروبية يقولون حين ننزل نأخذ فيزا وننزل نزور بيت المقدس يعني لا يرحب بنا وحيانا إيش يعقون إي دخولنا ولا يمرنا الإجراءات بشكل حتى ثلث لأنهم لا يعني لا يسعدهم هذا تخيل أنت الآن مليار وسبعمائة مليون مسلم لو صدرت فتوى من المجامع الإسلامية من رؤوس الإفتاءة في العالم الإسلامي كله أنه هلموا وزوروا إيه بيت المقدس لا تجعله مستوحشا غريبا وحده عرفوا بخضيته أضيؤوها في العالم مليار وسبعمائة طبعا هذا الكلام أنا أقوله هذا هذا سيقضب جدا الإسرائيلية أنا أعرف أنا أعرف ماذا أقول أنا أنت مع الزيارة طبعا مع الزيارة دكتور لأن هؤلاء مليار وسبعمائة مليون منهم كاتب المقالة صحيح؟ صاحب العمود منهم المؤلف منهم الأكاديمي منهم الإعلامي منهم حتى الإنسان العادي منهم الطالب الجامعي كل هؤلاء سيرون محنة لبيت المقدس ومحنة المقدسيين وطبعا هم تعرفتها احتلال غير شرعي القانون الدولي هم موجودون هناك بطريقة غير شرعية إسرائيل ليس لها حق في في هذا المكان فسيخرجون ويعرفون بهذه القضية وهذا سيسبب هيدك أو كما يقال عن إزعاجا كبيرا لهؤلاء المحتلين نحن بحمد الله تبارك وتعالى الذي يحمد على مكرهن سواه فعلنا العكس تماما وزهدنا المسلمين ورغبناهم عن زيارة بيت المقدس بحجة جواهية من قبيل أن هذا شكل من أشكال التطبيع وأنك لا تدخل إلا بعد أن تأخذ فيزا وإذا أنت تحترف بوجود إسرائيل هنا غير صحيح لا أعترف يا سيدي والضرورات تبيح المحظورات والمسلمون كانوا يطلبون ويتمحلون في زيارة بيت المقدس وهو تحت حكم الصليبيين ولم تصدر فتوى بتحريم ذلك وأكثر من هذا حين جاء المغول ودهموا العالم الإسلامي وفعلوا به الأفاعيل والشنائع والبشائع أفتى كبار العلماء وفي رأسهم باع السلاطين العز بن عبد السلام لأنه ينبغي ويستحب للعالم أن يفتي بهذه الفتوى فتوة ماذا؟ أن المسلم سواء كان قاضيا أو شيئا آخر أن يتخلد منصبا لدى هؤلاء المحتلين المغول اتثر منصب ماذا؟ جاء بالضرائب مثلا جاء بالضرائب المغول ضرائب ظلم وقوص ظلمة من المسلمين؟ لماذا؟ لأنه سيكون مثلا قاضيا يحكم بالعدل ويخفف على المسلمين أو جابيا يأخذ الأقل مثلا ويسمح بالبعض أو الأكثر فقالوا هذا التخفيف مطلوب وفيه أجر بإذن الله حتى ابن تيمية وافق على هذه الفتوى تخيل الآن ما شاء الله لا يريدون أي تنفيس عن بيت المقدس وأهل بيت المقدس بهذا الحجج الفارغة التي لم يسبقوا إليها للأسف قد أسألنا كثيرا إلى قضيتنا نعم قلت في الحوار الذي تخيلت أنت بين الله وبين ستيفين هوكنز قلت ربما الله يقول يقول له ستيفين هذا الإله الذي كفرت به لست أنا وكنت على حق بكفرك به قوية هذه ليست قوية دكتور الأكس طبيعية يعني أنت تقصد أن الإله المقدم لكثير من الناس ليس الإله الحقيقي الذي يعني ربما ستيفين هوكنز وغيره آمنوا به نعم هو هذا يعني طبعا المسألة فيها فرعان سريعان حتى لا أعطي لليه عزيز دكتور سليمان أنني أتخيل هذا الحوار كلنا يفعل هذا يوميا كلنا يتخيل أن الله يسألني عن كذا كذا فسأقول له كذا فإن قال لي كذا قد له كذا الإمام أحمد له إبيت من الشعر أو عرض عليه هذين البيتان إي من الشعر إذا ما قال لي ربي أما استحيلت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصياني تأتيني هذا الشعر يتخيل أن الله سيخاطبه وأيضا هو بالحدي ستخيل كيف سيرد على ربه تباك وتعالى إن كان ثمة رد فالإمام أحمد دخل مباشرة بيته وأجهش بالبكاء جعل يبكي فهذه الحوارات المتخيلة كثيرة وتقعنا كثيرة يعني ما فيش فيها ذنب ولا تجديف على فكرة أن نتخيل مثل هذه الأشياء على مبلغ علمنا أو مبلغ إيه نظننا بربي تبارك وتعالى الآن كوني يعني افترت أن الله تبارك وتعالى سيقول لستيفن هوكينغ نعم الإله الذي كفرت به طبعا ذكرت أنه سيقول له أنت كفرت بما لا سيقول له كفرت بالإله الذي كذا وكذا وكذا والذي باسمه وتحت اسمه وبراياته ذبيحة الشعوب وأدخلت في النصرانية بالقوة وتم حرق الناس وذبح الناس وتم تخديم البطانيات وفيها إيه داء الجدري وداء كذا للناس الذين أبوا أن يضنصر معروف المآسي باسم المسيحية مآسي عظيمة جدا وباسم الإسلام وباسم كل الأذين للأسف الرسالية كما يقال أو التبشيرية سيقول له أنا كفرت بهذا الإله لم أؤمن أن هذا الإله يستحق أن يعبد عنه إله رحيم وكريم هو كذا رياضياتي من طراز فريع جدا وفيزياء ذكي قطعا مثل هذه العقاء المثال لا تنسلك في دماغي وخاصة كما قلت المسائل الإنسانية طبعا أن يستخدم الدين كما قلت وسيلة لتبرير ذبح الشعوب وتنصير الشعوب واضطها للشعوب وفتح الشعوب فأنا أتخل أن الله سيقول له أحسنت الإله الذي كفرت به لم يكن أنا واضح؟ وعندي مقطع أشهد جرأة من هذا ولم يواجه بفضل الله لا بتكفير أو بزندقة لا أدري وحاز على عجاب كثير من من شاهده بخصوص تشي جيفارا أنا أعتقد أن تشي جيفارا يمكن أن يبعث يوم القيامة مؤمنا على أنه كان في الدنيا يعلن كفره بالإله الإله الكتابي الإله الشخص هذا إله الكتاب المقدس وحاشة طبعا تعرف مركزية نواتها مركزية الرجل مقتولا لكن الرجل كان يعشق العدالة يعشق وحدة البشرية يعشق تحرير عزة كرامة البشر وهو صاحب رأيه صاحب شعار ألف نار ألف ثورة في العالم ثورة مستمرة لتحرير البشر من كل أشكال العبوديات فهذا الرجل إذا سؤل يوم القيامة عن إيمانه الله سيقول له آمنت بماذا كفرت بماذا سيقول له آمنت بالعدالة سيقول له أنا العدالة آمنت بالرحمة سيقول له أنا الرحمة آمنت بأخوة البشر سيقول له أنا ربهم وأبوهم واحد وأنا طالبت بهذه الوحدة وقررتها يقول شيء أنت كنت تؤمن به وتطلبه دون أن تدري تخيل شيء قش على البدن في حين أن الذي يعيش ويموت ويقول أنا مؤمن بالله وتحت شعار الإيمان بالله يا دكتور يفعل كل الفضاء ما رأيك؟ التي هو كفر حقيقي بكل معاني الإلهية وبكل معاني التي تفرضها العقائد الإلهية ويظن نفسه مؤمنا الخوف عليه يوم القيامة في هذا السياق تقول بأنه لا تستطيع الحكم على أحد بالنار أو الجنة بغير وحي من نحن حتى نحكم على الناس بدخول الجنة والنار؟ أي والله أبدا أبدا وسيقال لي أنت يا متنطع يا زنديق من أين لك أن ستيفن هوكين في الجنة؟ أنا قلت في الجنة؟ بالحكس أنا أرجو له الجنة أرجو له الجنة وقلت بشكل واضح الذين إيه؟ لا يمكن أن أتجرى على أن أرجو لهم الجنة فقط هم الذين دكتور سليمان الذين عاشوا وماتوا وهم يعذبون البشر اضطهدوا البشر اغتصوا الأطفال الصغار قتلوهم قنصوهم حرقوهم دمروا كل شيء جميل في هذا البشر هؤلاء لن أجروا أن أطلب لهم رحمة ربي أمرهم بين دائل الله والذين أيضا أنكروا أعظم وأضخم حقيقة في الوجود حقيقة وجود الله تبارك وتعالى بعد أن اطمأنث بها قلوبهم وخضعت وبخهت لها عقولهم بالدولة برهان ثم كابروا على هذا كبرا أو مصلحة أو عنادا أو جهودا هؤلاء كفار وهم خطيرون أمثال هؤلاء بالذات يا دكتور خطيرون جدا وقلت في السياق ذاته من يشهد شهادة زور على إنسان في حزمة بصل ربما أو في جل هذا إنسان خطير فكيف الذي يشهد شهادة زور في أعظم قضية في الوجود هذا الكافر على الفكرة هذا هو الكافر وليس الكافر المشوش المسكين الذي لم يقتنع بالحجة الذي لم يأتيه دريع على وجهه والذي عاش وماته محسن للبشر ومحب للبشر هؤلاء أرجو لهم الجنة وأرجو لهم ولي ولك إن شاء الله ولجميع أمثالها الرحمة والغفران في الدنيا والآخرة تمنيت أن يطول الحوار دكتور عدنان إبراهيم ولكن ضرورات الوقت شكرا جزيلا لمرأة أخرى لقبول دعوتنا في حديث العرب كما أشكر مشاهدي ومستمعي حديث العرب على هذه المتابعة نلتقي الأسبوع القادم بإذن الله إلى اللقاء شكرا جزيلا شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر شكرا لكم